مجاز الأخبار على الحياة فهم أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المجاز أعلن رئيس الهياء العليا المستقل للانتخابات فارق بوعسكر خلال ندوى صحفيا عقدة اليوم لحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيجرى في 29 من جنف الجاري على أن تنطلق الحملة الانتخابية غدا الاثنين في موضوع آخر سجلت ولاية وسوس خلال الفترة الممتدة من غورة جنف الجاري إلى غاية العشر من نفس الشهر زيادة بـ 80.4% في عدد الوافدين على الفنادق والمواسطة السياحية بالجهة واعتبر المدوب الجهوي لسياحة توفيق القائد في تصريحا لوكالة تونس أفريقي لأن هذه الزيادة تعد مؤشرا إيجابيا على الانتعاش المنتظر للموسم السياحي القادم في أخبار العالم وصل الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالبتي ليل أحد إلى مدينة سرطة وسط البلاد لرعاية اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة وعلى صفحتها الرسمية بالفيسبوك ذكرت بعضة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر بيانا لها أن اجتماعات اللجنة العسكرية سيحذرها مراقب وقف اطلاق النار الليبيين ونظرائهم الدوليين دون تقديم تفاصيل أخرى وختم نشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بجهود الحكومة الصينية لاستجابة لجائحة كوفيد-19 وذلك في مكالمة هاتفية مع مسؤول صحي صيني بارز وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن مديرها تبدل لراء امسا استمت مع المدير العام لمنظمة الصحة خليفة هاني شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وفي أمن الله